وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلعي الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 618 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطة بلغت 833 طن وفي مجال حجب السلعي الاستراتيجية والاستلائي على السلع المدعومة تمضبط 54 طن وفي مجال حجب أرزاء الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمية تمضبط 638 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمية تمضبط 131 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تمضبط 10 أطنان من الأسمنت وفي مجال قضايا المخابز تمضبط 913 قضية من بينها 177 قضية خبز ناقص الوزن و176 قضية خبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر